وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلى أن إثيوبيا أفشلت وما زالت تعمل على إفشال كافة الجهود والمساعي التي بوذلت من أجل حل هذه الأزمة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب جدد جبالي رفض المجلس للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولية والتي تلزم إثيوبيا وصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب كما يؤكد أيضا على أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له لقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا قد أفشلت وما زالت كافة الجهود والمساعي التي بُزلت من أجل حل هذه الأزمة وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخراصاني للسد الأثيوبي ترجمة نانسي قنقر